تكون الحياة في شوارع كاركوغا اليوم على طبيعتها التي احتاد عليها أهلها بعد هطول الأمطار فيها الليلة الماضية فقد تفاجأوا أن أغلب شوارعها تحولت إلى برك ومستنقعات يصعب على العجلات عبورها فكيف الحال بالمشات؟ كل مطر هي شيء يعني كله فيضانات سيارات هنا عطلات شيء والشوارع كله منه واليأثر للمحلات أمين يعني نصف أحياء محافظة كاركوغ أو بالأغلبية تغرغ بالماء دائما وهذا السبب ما يعرقل نسبة المواطنين بهذا الشغل ونحن نحب نوجه كلامنا إلى المسؤولين أن ينظرون إلى المحافظة بصورة صحيحة وأن مراقبة من قبل بلدية كاركوغ نحن نشكر سيد المحافظ على هذه الوضعية وكاركوغ قرقانة وبالدالة هنا يمال شركة زين شايلا خمس محافظات والعالم تتمرض والسيارات تتفر على العالم مي يعني شوفوا هاي الحالة الوضعية يعني ما يصير وفي جانب آخر عاشت العوائل النازحة التي بنت أشباه البيوت التي حمتها من حر الصيف ليلة عصيبة لأنها لم تتمكن من ذلك في المطر أما معاناة المناطق التي لم تصلها الخدمات البلدية فحدث ولا حرج إيه والله أستاذ غرقارين والله فضالين فالبيوتها شوفها غرقار والله الليل بارحة كل الليل يصب على الليل تشينكوها يخر والله على وانا الجعب بيوتنا بقاعنا واراضنا بيوتنا والله أفل كتالي حكومة سوين نحال وين الله أنا صالي سس سنوات بساكن باقي المنطقة يعني أي خدمات ما شفنا يعني خصوصا في فصل الشتاء من صورة أمطاره هواي أنا حتى بيت التأذى يعني المي يتراكم بعدين يروح على الأساس يعني حتى الحيطة ما ليتفطر ويبقى السؤال الذي يسأله العراقيون من الفاوي إلى زاخو ويسألونه أهل كاركوغ أيضا أين ذهبت المليارات التي من المفروض قد صرفت على مشاريع خدمية لم تقاوم سويعات من المطر فما بالها إن استمرت أياما من كاركوغ جودة العسافي قناة الرشيد الفضائية